خلافات أمريكية أوروبية حول ملف مقاتلي تنظيم الدولة المعتقلين في سوريا والعراق كشف عنها في مؤتمر ميونيخ للأمن مع الإعلان الوشيك عن انتهاء الحرب ضد تنظيم الدولة وتسليم المئات من المقاتلين الأجانب أنفسهم لقوات سوريا الديمقراطية المدعومة من قبل التحالف الدولي وبين من يعتبر المنتمين لتنظيم الدولة خطرا ويرفض استعادتهم وبين من يضع شروطا لاسترجاعهم تباينت ردود الأفعال الدولية على طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي غرد بالتزامن مع عقاد مؤتمر ميونيخ بضرورة استعادة الدول الأوروبية مواطنها المنتمين لتنظيم الدولة ومحاكمتهم وسترحب قصد بتصريحات ترامب مشيرا إلى عدم قدرتها على تحمل مسؤولية هؤلاء المقاتلين لفترة طويلة ألمانيا بدورها أكدت على لسان متحدثة باسم وزارة داخليتها أنه من حق كل مواطن ألماني انضم للتنظيم أن يعود بشرط التنسيق مع القنصلية منوهة إلى أن الحكومة لا تضمن محاكمة عادلة لمنتسب تنظيم من الألمان بسوريا كما هو الوضع بالعراق الأمر الذي اعتبره مراقبون مبررات ألمانية للتنصل من مسؤولية استعادة ومحاكمة مقاتل تنظيم الألمان فيما أعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء الدنماركي مايكل ينسن رضى بلاده استقبال المواطنين الدنماركيين المنتسبين للتنظيم واصفا إياهم بأخطر أشخاص في العالم ومعتبرا أن قرار واشنطن بالانسحاب من سوريا سابق لأوانه قناة دي دابليو الألمانية قالت في تقرير لها إن أبرز الدول المعنية بأعادة مقاتل تنظيم معتقليين والذين يشكلون أعدادا كبيرة هي أولا تونس والمغرب والسعودية وتركيا وروسيا تليها دول أوروبية مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا وبلجيكا إلى جانب دول من البلقان مثل كوسوفو وألبانيا تباين المواقف الدولية تجاه هذا الملف وتعقيداته يوجه أنظار المراقبين لاجتماع بروكسل الذي سيعقد بين أزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي لمناقشة عدد من القضايا أبرزها إعادة مواطنين المعتقلين في سوريا لالتحاقهم بتنظيم الدولة بتزمن مع استسلام دفعة جديدة من مقاتل تنظيم شرقية دير الزور تجاوزت مئتي شخص وفقا لمصادر ميدانية لحلب اليوم